موسيقى من مقر كيبك مجلس الوزراء يواصل متابعة المشاريع التنموية الكبرى ووضع آليات مناسبة لتنفيذها قبيل إطلاقه الرسمي منتصف سبتمبر نسخة تجريبية من سهل لقيادي الدولة لمعرفة الفاعلية والوقوف على الجاهزية موسيقى الاتحاد البرلماني الدولي تفاعل مع مقترح الغانم ويتبنى قريبا إنشاء لجنة لمنع إساءة استخدام منصات التواصل موسيقى أسباب وتداعيات الجرائم العنيفة الأخيرة وفي النشاط البرلمانيين واب عن جرائم العنف ضد المرأة مشكلة تربوية وقائية لا تشريعية موسيقى تستمر هذه الحملات التي تقوم بها بلدية الكويت وذلك ضمن سعيها لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى مراكز الترفيه الخاصة بالأطفال موسيقى أجهزة البلدية تواصل جولاتها التفتشية في البلاد ومحطة اليوم في محافظة الأحمد موسيقى 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 وفي النشرة جهود الكويت مستمرة لتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء موسيقى نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي وأحمد لعنيزي موسيقى من اي تي في العدالة أهلا بكم حياكم الله في ضوء اهتمامه بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التأم مجلس الوزراء استثنائيا في المبنى الإداري بمقر مكاتب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بمنطقة الزور وقد تفقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء مشروع مصفات الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي الموسال ووضع الألية المناسبة لجعل هذه المشاريع حيز التنفيذ واطلع رئيس الوزراء والوزراء على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروعين واستمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي محمد الفارس حول آخر تطورات سير العمل والمراحل التي أنجزت حيث أوضح الوزير أن مشروع مصفات الزور يعد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط ويشمل مرافق تصدير وجزيرة صناعية ويلبي احتياجات محطات القوى الكهربائية كما سيساعد في خلق فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي كما تدرس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع الوقود البيئي وأحيط المجلس علما بإفادة شركة البترول الكويتية بشأن الموقف التنفيذي لمشروع الوقود البيئي في الكويت والأعمال المتعلقة بتطوير وتوسعة مصفاتي ميناء الأحمد وميناء عبدالله وموعد الإنجاز المتوقع للمشروع هذا هو أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك عن افتتاحها المبنى الإداري لمجمع مصفات الزور النفطي تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء قال الناطق الرسمي لكيبك عبدالله العجمي على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها مجلس الوزراء لمجمع مصفات الزور أن المبنى الإداري يعد تحفة معمارية مميزة في قلب مجمع الزور حيث تم مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تتوافق مع اشتراطات المباني الخضراء فضلا عن تطبيق مشروع عادة تدوير كافة المياه المستخدمة وإعادة استصلاحها حفاظا على البيئة وأوضح العجمي أن المبنى حصل على شهادة تقييم بدرجة نجمتين عن فئة المباني الجديدة تحت الإنشاء بعد اجتياز المبنى متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة بنجاح من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى ذلك أعلن ناطق رسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف الكاظم عن إطلاق نسخة تجربية لقيادي الدولة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل وأشار كاظم إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إشراك القيادات في الدولة في تقييم تطبيق سهل وما يتضمنه ويحتوي من مزايا للمستخدمين وأيضا للوقوف على مدى جهزية وفعالية عمل التطبيق وتقديم المجال أمامهم لعرض ملاحظاتهم وتطلعاتهم ومتابعة ألية عمل ربط الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية وأضف كاظم أن هذه الخطوة جاءت كخطوة استباقية للإطلاق التجربي لتطبيق سهل عبر المتاجر الرقمية بمختلف أنظمة الهواتف الذكية للمواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة القادمة على أن يكون الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس عشر من سبتمبر تجاوباً مع الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمام المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أدوارتي باشاكو أن الاقتراح الكويتي القاضي بإنشاء لجلة مشتركة تضم ممثلين عن جميع المجموعات الجيوسياسية لوضع ضوابط جديدة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سيئة يحظى باهتمام الاتحاد حيث لن يكتفي بدراسته بل سيتبنه قريباً في الاجتماع القادم لجنته التنفيذية وقد أشاد باشاكو بمساهمة الكويت دورها الفاعل والمؤثر داخل الاتحاد الدولي للبرلمانات لافتاً إلى أن الاتحاد يرتبط بعلاقات جيدة مع الكويت باعتبارها عضواً مهماً ونشيطاً فيه وفي النشاط البرلماني المحلي أعد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم اقتراحه بشأن المقيمين بصورة غير قانونية الذي قدمه في مجلس 2016 جاء في المذكرة الإضاحية للاقتراح بقانون بشأن المقيمين بصورة غير قانونية الذي قدمه الغانم إنه وانطلاقاً من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين بأحكامها يكون لزاماً على جميع المقيمين على أرض الكويت أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقاً للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم ومنها ما نص عليه في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم ولا يسمح وفقاً لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة أو معدومة جنسية وتعتبر إقامتهم في الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية من جهة يأكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية أن أبو سامى الشاهين اجتماع أعضاء اللجنة على عدم وجود قصور تشريعين فيما يتعلق بمواجهة جرائم العنف ضد المرأة وأعتبر أن المشكلة ليست تشريعية بل وقائية تربوية وتنفيذية وهي مسؤولية الحكومة الشاهين قال ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذي ناقش موضوع جرائم العنف ضد المرأة وحضره عدد من مواثل الجهات الحكومية المعنية بالموضوع حيث أبدى الشاهين استغرابه من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم إقراره منذ العام الماضي عقد اليوم الاجتماع التاسع للجنة المرأة والأسرة والطفل واستدعينا اليوم الحاضرين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية للوقوف على أسباب وتداعيات الجرائم العنيفة الأخيرة التي حدثت في بلدنا الحبيبة الكويت وطالت نيسا وطالت أيضا غيرهم من مكونات هذا المجتمع المسلم والمسالم والذي تمثل هذه الجرائم ظواهر دخيلة نشاز خطيرة ملفتة للانتباه عندنا ويجب أن نقف عليها جميعا هناك إجماع من الحاضرين ومن الأخوة أعضاء اللجنة على عدم وجود قصور تشريعي ربما هناك حاجة لتطوير التشريعات أو الغاء بعضها ولكن المشكلة ليست تشريعية المشكلة وقائية تربوية المشكلة تنفيذية علاجية المشكلة في ملعب الحكومة ونطلب منها ونطالبها وندعوها لمزيد من الجدية والاهتمام لا يصح أن قانون الحماية من العنف الأسري من عام 2020 ونحن الآن في 2021 وما زالت لائحة التنفيذية تراوح محلها أتمد ديوان الخدمة المدنية كشوف مكفاءة الصفوف الأمامية لثلاث جهات حكومية هي الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون القصة أوضح الديوان أنه سيتم إرسال كشوف الجهات الثلاثة إلى وزارة المالية تمهيدا للصرف مشيرا إلى أنه اعتمد حتى الآن كشوف أثنتين وثلاثين جهات حكومية هذا ويواصل الديوان اعتماد كشوف الجهات الحكومية المستحقة لمكفاءات العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة لمواجهة انتشار جائحة كورونا نفذت الفرق التفتيشية التابعة لبلدية الكويت جولة ميدانية على مراكز الأنشطة الترفيهية للأطفال في محافظة الأحمد الجولة تأتي لتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في مراكز الألعاب للأطفال لضمان الالتزام بالتدابير الوقائية مع عودة هذه الأنشطة منذ قرار عودة الأنشطة الترفيهية والسماح بعودة مراكز التسلية والألعاب الخاصة بالأطفال لم تتوانى الفرق الرقابية التابعة لبلدية الكويت عن تكثيف جولاتها الميدانية على المجمعات ومحلات ألعاب الأطفال للتأكيد على سلامة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل أصحاب المحلات والالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذهم كل التدابير والإجراءات الوقائية هذه المرة كانت الجولات في محافظة الأحمد وبرفقة فرقها الرقابية التي شددت رقابيا على جميع الإجراءات المتبعة اللجنة مستمرة في الاشتراطات الصحية ومتابعة بالاستمرار وذلك حفاظا على المواطنين وصحة المواطنين والمقيمين أماكن الترفيه ملتزمين تقريبا ما يقاربا 95% ذلك من التزام في التعقيم والتباعد الاجتماعي قمنا في جولة افتشية على محلة ترفيه للأطفال وشفنا الانطباعات أن هذه المحلات ملتزمة بالاشتراطات الصحية وأنهم لم يقصرنا أنهم مقصرون بجراءاتهم بالاشتراطات الصحية أن هذه جولاتنا تجي على محافظة سلامة الجميع وأنه إن شاء الله التزمون أكثر وأحسن ويكون المفتاح أكبر من شديد إن شاء الله المراكز الترفيهية هي مكان رئيسي لتجمع الأطفال لتفريغ طاقاتهم خصوصا مع توقف هذا النشاط خلال الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا لذلك تواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية مؤكدين على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وصولا للغلق الإداري نركز على التباعد الاجتماعي على الاشتراطات الصحية اللي هو أنه يكون تباعد اجتماعي وتعقيم بشكل دوري وأنه يكون العاملين يكونوا مطعمين والتزام بالكمام لا الحمد الإيجابية أكثر من السلبية للحمد الحمد القليل كان مو ملتزم لبس الكمام طبعا عندك الأطفال ما تقدر تحكم على الطفل تقوله قيدة بالكمام الطفل يطيح كمامه فأنه نطلب من العاملين بالمحلات هذه أنه ينبه على الأطفال أنه يلبسون كمامهم والله الحمد ملتزمين كلهم اللي مو ملتزم يتم أول شيء نذار ننذرهم نبلغي نقول للألتزم بالاشتراطات وشيدي إذا تكررت العملية لأنه مو ملتزم يكون رصد عليه مخالفات نحن الحمد لله ملتزمين بكل الاشتراطات الصحية والالتزامات اللي إعلان لنا الوزارة وماشيين على الاس او بي بتاعنا احنا كمان يعني بنحاول ان احنا موفقين الأوضاع ما بيننا وما بين الوزارة طلباء والحمد لله رب العالمين كل حاجة متوفرة عندنا ما بنقبلش أكتر من 150 فرد وملتزمين حتى لو هيكون فيه لين لازم الالتزام في اللين والتباعد ما بينهم وكل واحد بيخش المفروض جوه أي لعبة بتتلعب الموظف عندنا بيكون عندنا موظفين بتنظف بعدها وبتعمل سانيتيشن وكل ساعة المفروض ان احنا عندنا بنعمل كل السانيتيشن دي وكمان بالليل بعد ما بنخلص فيه شركة بتيجي تعمل فيوميجيشن لكل المكان ده كل يوم بيحصل وملتزمين بيه سانيتيزر أساسي ده في كل لعبة عندنا موجودة وعندنا طبعا الفيس ماسك قبل أي حد ما بيخش بنشيك على درجة حرارته حتى لو المول مشيك احنا بنشيك برضو والفيس ماسك بنديله لازم أن يعقم ديه جوانتي جلافز لو أي حاجة لو هو محتاجها علشان يقدر يخش قوي ينبسه من محافظة الأحمدي تستمر هذه الحملات التي تقوم بها بلدية الكويت وذلك ضمن سعيها لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى مراكز الترفيه الخاصة بالأطفال للحفاظ على سلامة الجميع من منطقة العقيلة موفق العرقان اي تي في العدالة في أحدث بياناته لشهر أغسط صنف معهد صندوق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار كثالث أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث حجم الأصول وأظهرت بيانات المعهد أن إجمالي أصول هيئة الاستثمار بلغ نحو 693 مليار دولار وجاءت بعد صندوق التقاعد السيادي النوروجي الذي جاء أولا تلاه مؤسسة الاستثمار الصينية في المرتبة الثانية وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول بلغت 649 مليار دولار وجاءت مؤسسة النقد في هونغ كونغ في المركز الخامس ووفقا لبيانات الصندوق حول أصول صناديق ثروة السيادية فقد وصل حجم أصول الصناديق السيادية في العالم إلى 9 تريليونات دولار في القاهرة أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر حرص الكويت على دفع مسيرة العمل العربي المشترك خدمة لأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية والاستمرار بمساعيها لتنقية الأجواء وتقريب وجهة النظر بين الأشقاء وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري السادس والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية لفت الناصر إلى استمرار التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وظروف الدقيقة التي تلقي بظلالها وثقلها على النظامين العربي والإقليمي وأثرها على كافة الدول العربية بلا استثناء في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية وظروف دقيقة تلقي بظلالها وثقليها على النظامين العربي والإقليمي وأثرت على كافة دولنا العربية بدون استثناء الأمر الذي يحتم علينا عطاء الأولوية نحو التنسيق العربي بما يتعلق بقضايان الملحب وضرورة انتهاج النقاش والحوار البناء والقبول بهامش من الاختلاف في وجهات النظر بهدف الوصول إلى حلول لأزمات المنطقة والتفكير في مستقبل العمل العربي المشترك وبث الروح في آلياته وجزيته وإعطاء المجالات الأخرى للتعاون الأهمية التي تستحقها وتقديم الدعم الحقيقي لجامعتنا العربية وتزويدها بالإمكانيات والأدوات اللازمة لتمكينها من ممارسة دورها الفاعل والمؤثر والسير قدما في عملية تطويرها واعتماد الآليات التي تكفل الارتقاء بالأداء ولجعل العمل العربي المشترك أكثر استدامة وقابلية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة من حولنا ولعل تطورات الأخيرة في أفغانستان وانعكاساتها وارتداداتها السياسية والأمنية على المنطقة تدعونا لتضافر الجهود العربية لمواجهة هذا التحدي والطار الجديد ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية الاستمرار في سلوب العمل الجديد الذي بدأنا في انتهاجه بعقد الاجتماعات الوزارية التشاورية والتي تمثل أرضية خصبة لمناقشة قضاياننا الهامة وفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر في إطار يتصف بالصراحة وشفافية بعيدا عن الأساليب التقليدية المعتادة مشهدين بجهود دولة قطر الشقيقة في عقد الاجتماع الوزاري التشاوري الأول في شهر يونيو الماضي في الدوحة ومتطلعين إلى التقاء بمعاليكم في الاجتماع الوزاري التشاوري الثاني في دولة الكويت خلال الفترة القادمة النشرة مستمرة مع أخبار الاقتصاد بعد الفاصل سعر خام الكويت سجل خفاضا طفيفا أكدت وزارة المالية على أهمية التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخالجي واستخدام قواعد المنشأ العربية كمرجعن في الصياغة مشروع قواعد المنشأ الخالجية بالاتحاد الجمهوري الخالجي لحين استكمال متطلبات الاتحاد والوصول للتكامل الاقتصادي جاء ذلك في بيانا صادر عن وزارة المالية بمناسبة مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الثاني والستين للجنة وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون وذلك عبر الاتصال المرئي حيث تمت مناقشة توصيات الفريق الفني الخاص بقواعد المنشأ حول إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخالجي انخفض سعر برميل نفط الكويتي 52 سنة ليبلغ 72 دولاراً و18 سنة للبرميل في الأسواق العالمية أغلغ غام برنت مرتفعاً 91 سنة ليبلغ 72 دولاراً و60 سنة كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنة ليبلغ 69 دولاراً و30 سنة للبرميل نشرتنا متواصلة وتتابعونا في الرياضة بعد الفاصل انطلاقوا كأس سمول أمير غداً تنطلق غداً منافسات بطولة كأس سمو أميري البلاد الشيخ نواف الأحمد لكرة القدم في نسختها التاسعة والخمسين للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 15 نادياً وتقام بنظام خروج المغلوب وأسفرت القرع التي أقيمت في ديسمبر العام الماضي عن تقسيم الفرقي إلى مجموعتين ضمت الأولى أنديات العربي والجهراء والشباب وصليب خات وبرقان والقادسية والتضامن فيما ضمت الثانية الكويت والساحل وخيطان والفاحين واليرموك والنصر والسلمية وكاظمة وحسب نظام المسابقة يشارك النادي العربي مباشرة في دورة الثمانية على اعتبار أنه حامل لقب النسخة الماضية حدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ الاتحاد الدولي الفيفا خطته بإقامة البطولة كل عامين ويراجع الفيفا جدول المباريات الدولية تحت إشراف مدرب أرسنال السابق والذي يقترح إقامة بطولة كبرى كل عام وعفقا للمخترحات الجديدة سيتم التنعب بين كأس العالم ومسابقة قرية مثل بطولة أوروبا على أن تقام إنهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحارس الدولي العماني السابق علي الحبسي ضمن مجموعة لعبين ومدربين سابقين ستلعب دورا استشاريا وتقنيا حول الرزنامة المستقبلية للعبة ورأى رئيس فيفا جاني إنفانتينو في بيان نقله موقع الاتحاد الدولي أن الوضع غير مستدام لصحة اللعبة عالميا وللعبين وخاض أعضاء فريق الاستشاريين أكثر من ثلاثمائة مباراة في كأس العالم وثلاثة ألاف مباراة دولية وقد التقى أعضاؤه في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين مناقشة التحديات الطارئة على الرزنامة الدولية وجاء اختيار الحبس إلى جانب مجموعة من النجوم السابقين على غرار البرازيليين رونالدو وروبيرتو كارلوس والفرنسي يوري دي جور كييف والدنماركي بيتر شمايكل والأسترالي تيم كايهل مشاهدين ختام النشرة ونذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا أبرى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما في انتظار مشاركاتكم وأرائكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم وسأب فقرة تفاعلات نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء